اشتركوا في القناة لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن ستة لبنانيين أصيبوا في غارة إسرائيلية على بلدة المطرية بقضاء صيدة في محافظة الجنوب من جانبه أفاد مرسلنا بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام جنوبي لبنان كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات البرج الشمالي ورمادية وقانا في منطقة صورب الجنوب يأتي ذلك بينما قصفت مدفعية الاحتلال لأطراف بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان من جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المرج جنوب لبنان برشقة صاروخية وضف الحزب في بيان له أنه قصف مستوطنات كريات شمونة برشقة صاروخية كبيرة بالإضافة إلى قصف تجمعين لجنود الاحتلال في بيت هيال ومعيان باروخ برشقتين صاروخيتين وينضم إلينا من حصبية بجنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية مرحبا بك أحمد مرة أخرى كنا نتحدث عن الأماكن التي تقوم قوات الاحتلال باستهدافها والقيام بغارتها الجوية ما هي الأماكن التي لم تستهدفها قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة؟ نعم بالفعل هناك العديد من الأماكن التي لم يستهدفها جيش الاحتلال حيث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن منذ صباح اليوم وحتى الآن أكثر من عشرين غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني وفي العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا في الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهج في هذه الأثناء استراتيجية تتضمن التعامل مع عدد من المناطق على طول الحدود الجنوبية اللبنانية وتحديدا البلدات المتاخمة للحدود اللبنانية الجنوبية حيث يستهدف هذه البلدات إما بغارات جوية مكسفة وإما أيضا بقصف مدفعي وذلك بعد المقاومة الشرسة التي تعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغله أو محاولة توغله البر في الأراضي اللبنانية على مدار يوم أمس أو على مدار الأيام الماضية وإن كان يوم أمس هو اليوم الأبرز في المعالك البرية في الجنوب اللبناني بعدما دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي من أكثر من محور وأيضا كانت هناك مواجهات واشتباكات عنيفة فربما النهج الأول الذي ينفزه جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء هو استهداف تلك البلدات التي حاولت تسلل إليها برا على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من هنا من القطاع الشرقي للجنوب اللبناني بدءا بالخيام وكفر كلا والعديسة ومرورا ببليدة ووصولا أيضا إلى ومرورا بمناطق مارون الراس وعيد الشعب وصولا إلى علم الشعب والنقورة في أقصى القطاع الغربي من الجنوب اللبناني هذه المناطق جميعها تتعرض إما إلى غارات جوية إسرائيلية أو إلى قصف مدفعي مستمر ومتواصل وربما يكون هذا تمهيد لعدوان بري جديد على الأراضي اللبنانية خلال الساعات القليلة المقبلة النهج الثاني لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو استهداف عدد من المناطق في عمق الجنوب اللبناني مثل استهداف عدة بلدات في قضاء صور أو في قضاء النبطية وقضائي النبطية وبنت جبيل في عمق الجنوب اللبناني وهنا أيضا في بلدة دبين التي تعاد ليست من البلدات الحدودية على فئة القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني ولكن ربما هذا الأمر يأتي من جيش الاحتلال الإسرائيلي ظنا منه أن هذه المناطق استخدمت من قبل حزب الله في إطلاق الرشقات الصاروخية وخصوصا أن حزب الله نفذ بالأمس أكثر من 22 عملية جميعها عمليات نوعية وسواريخ وصلت إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى حيفا بالإضافة أيضا إلى تنفيذ أربع عمليات منذ صباح اليوم وحتى الآن وهي عمليات أيضا نوعية استهدف فيها حزب الله تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وأحدث إصابات مباشرة إما في مستعمرة أو في موقع معيان باروخ أو في موقع وقاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية أو أيضا في موقع المرجع العسكري الإسرائيلي المتاخم للحدود الجنوبية اللبنانية أو أيضا مستعمرة كريات شمونة التي أطلق حزب الله أو استهدف حزب الله هذه المستعمرة بوابل من الصواريخ قبل قليل فبالتالي كل هذه العمليات ربما تدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ سلسلة من الغارات التي ربما يستهدف فيها منصات أطلقت منها الصواريخ أو ربما يستهدف مواقع لم يحددها أو لم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الاستهدافة ولكن المؤكد أن من بين الاستهدافات هناك استهدافات لمدنيين واستهدافات لفرق إغاسية تعمل في الجنوب اللبناني فبالتالي كل هذه الأمور تجعل الجبهة الجنوبية اللبنانية ربما مفتوحة على مزيد من العمليات خلال الفترة وخلال الساعات القليلة المقبلة وإذا قمنا بقياسها يعني وثيرة الأحداث بالمقارنة بأمس هل هي تصاعدية مثلا؟ نعم بالتأكيد ربما نحن لازلنا في الساعات الأولى من الصباح لم ينتصف اليوم ولكن مقارنة بالأمس فبالأمس كانت هناك نقطة تحول رئيسية في العمليات وتحديدا في العملية البرية جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما حاول على مدار الأيام الماضية الدخول برا إلى الأراضي اللبنانية من أكثر من نقطة وكان هناك تصد كبير ولكن تبقى المحاولة الأبرز والأهم والأكبر والأكثر اشتباكا هي محاولة الأمس في منطقة ميس الجبل في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني هذه المحاولة ربما استخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد أكبر من القوات وتزامن ذلك كانت هناك معارك شارسة على الأرض واستخدمت الصواريخ ربما حزب الله أطلق أكثر من 300 صاروخ وقذيفة مدفعية على القوات العسكرية الإسرائيلية المتقدمة في هذا المحور وتزامن ذلك أيضا مع محاولات تسلل بري من منطقة اللبوني وايضا منطقة أو قاعدة رأس النقورة العسكرية الإسرائيلية وتم التصدي لهذه المحاولات جميعها فيبقى يوم أمس ونقطة تحول رئيسية في العمليات البرية ولكن الساعات المقبلة ربما تكشف عن مزيد من العمليات أو الاشتباكات المباشرة وربما تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة العمليات البرية التي ذكرتها أحمد هل تبقى في فقط مستوى المحاولة ولم تنجح حتى هذه اللحظة نعم بالفعل كافة هذه الأمور كافة المحاولات البرية على محاور التقدم الثماني لتبقى حتى الآن هي مجرد محاولات للتواغل ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل بالفعل وحاول التواغل ولكن كانت هناك مقاومة شرسة والتحامات كثيرة من المسافة صفرة على الأراضي اللبنانية بما أننا ننتظر ربما تصعيد لطيران الاحتلال الإسرائيلي وربما استهدفات وغارات أوامر الإخلاء التي ذكرتها أحمد كيف ترسلها قوات الاحتلال؟ هل ترسلها عن طريق رسائل نصية؟ عن طريق الطائرات؟ عن طريق ماذا؟ نعم ربما يستخدم المتحدث بسم جيش الاحتلال الإسرائيلي آلية جديدة وهي نشر المواقع والتحذيرات على صفحته ووسائل التواصل وبالتالي تقوم الوسائل التواصل بنقل هذه التحذيرات للمواطنين وتحديدا في تحذيرات الضحية الجنوبية بشكل يومي بات الجميع ينتظر ساعات الليل حتى ينظر أو حتى يشاهد ويعرف ما هي المناطق المستهدفة في الضحية الجنوبية في هذه الليلة فبالتالي باتت هناك عمليات مستمرة ومتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وربما المواطن اللبناني وتحديدا في العاصمة بيروت لم يعد ينتظر تحذيرات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لأنه يعلم أن الضحية الجنوبية باتت هدفا رئيسيا لجيش الاحتلال في العاصمة بيروت وأن هناك سلسلة من الغارات التي أدت إلى عمليات تهجير وعمليات نزوح كبيرة من الضحية الجنوبية التي كانت الأكثر اقتزازا بالسكان في الدولة اللبنانية ولكن باتت هناك مربعات كاملة هدمت جراء العدوان الإسرائيلي على هذه المنطقة أشكرك شكرا جزيلا من حصبية بجنوب لبنان أحمد تنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أعلن جيش الاحتلال لأنه تم رصد إطلاق أربعين صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى مشيرا إلى أنه تم اعتراض عدد منها بينما سقطت أخرى في أماكن مفتوحة وفي الأثناء طالبت بلدية كرياتشمونة سكان المستوطنة بدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية بينما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مارجليوت وتال حاي ومسكاف عام والمطلة أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء عاجلة لسكان عدد من المباني في الضحية الجنوبية لبيروت وذلك استعدادا لاستهدافها كما طلب جيش الاحتلال لسكان هذه المباني بالابتعاد لمسافة 500 متر على الأقل عن المواقع المحددة أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده في اشتباكات بجنوب لبنان وضف الجيش الإسرائيلي أن الجندي القتيل يخدم في الكتيبة 5030 أتابع للواء 228 مشيرا إلى أن جنديا احتياطيا آخر أصيب بجروح خطيرة في معارك لبنان والمزيد من المتابع ينضم إلينا من بيروت العميد سعيد القزح الخبير والعسكري مرحبا بك معنا سيادة العميد في البداية هل إسرائيل تبدو أضعف مما هي عليه وكما قالت جاردين بأن العمليات الإيرانية ربما هي أكثر فاعلية مما يتم الإعلان عنه طبع الخير سيدة بيسان وشكرا على الاستضافة وصباح الخير للمشاهدين في مصر طبعا أن حرب لمدة سنة في قطاع غزة وفي لبنان مما لا شك فيه أنها أضعفت أو قللت من قدرة جيش العدو الإسرائيلي على القيام بما كان يستطيع القيام به مقابل هذه الفترة حكما أن الدربات المتتالية التي كانت بين الفريقين خاصة في لبنان بين حزب الله والعدو الإسرائيلي وبالمقابل بين العدو الإسرائيلي باتجاه حزب الله أضعف الفريقين فحزب الله تلقى ضربات كبيرة في لبنان ولكن هو الآن في طور إعادة التنظيم وإعادة تركيب القيادات وتعيينها ورأينا أول من أمس عندما وأمس أيضا عندما استهدف حيفا بمئات الصواريخ أنه أعاد نوعا ما التوازن إلى منظومة القيادة والسيطرة التي يملكها واستطاع أن يهدد إسرائيل بالصواريخ أن الصواريخ الإيرانية التي تتكلمين حضرتك عنها أو الخطر الإيراني ليس بخطر كبير أو لم نرى أنه كان خطرا كبيرا على دولة الاحتلال لماذا برأيك؟ أن الخطر الكبير هو صواريخ حزب الله هي الخطر الأكبر أكثر من الصواريخ الإيرانية التي لدى كوات الاحتلال والأمريكيين والبريطانيين وحلفائهم الوقت الكافي لإعتراضهم وبرأيك ربما يستغرب البعض من التماسك الذي يظهر به جيش الاحتلال ربما هذا مجرد من تصريحات إعلامية فقط لا أعلم يعني ولكن ما الذي يحققه جيش الاحتلال عسكريا على أرض الواقع؟ أن ما يكون به الآن جيش عدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية هو ما زال ضمن مرحلة التمهيد الناري والاستطلاع بالنار فهو يكون بالتقدم إلى مسافات قليلة جدا داخل الأراضي ليكشف مراكز البنرفعين والمقاومين ويشتبك معها ويعتلمها ويعمل على تفجير الأنفاق أو المراكز الرمي يعني هو يحضر لإن كان سيكون بأي عملية عسكرية برية عندما نرى قوافل وأرتال الدبابات والمدرعات تتقدم باتجاه الجنوب عندها نقول أن عملية عسكرية برية كد بدأت الآن ما زالت ضمن التحضير للعملية العسكرية طبعا هو يترقى خسائر كبيرة المدافعين عن الأرض يقومون بواجبهم ويقومون باستهداف قوات العدو المتوغلة حتى لو لأمتار معدودة ولذلك فهو لم يتمكن من الوصول إلى نقطة معينة والبقاء فيها لمدة أطول من نصف ساعة أو ساعة أو لوقت قصير عندما يدخل إلى أي منطقة يكون المدافعون عن هذه المنطقة باستهدافه والاشتباك معهم فلذلك لغاية الآن ليس هناك أي إنجازات برية نعم هناك إنجازات جوية دمر الضحية الجنوية دمر مناطق البقاء سيادة العميد نحن نتابع بالفعل الآن عذراً للمقاطعة نحن نتابع بالفعل أثار الضمار في الضحية الجنوبية وأنت تتحدث بالفعل عن أثار الضمار لدي تساؤل عن العمليات العسكرية البرية بما أنك ذكرتها لماذا هذه العمليات تبوء بالفشل حتى هذه اللحظة وخاصة عمليات التسلل في لبنان طبعاً هناك تحضير قام به حزو الله منذ 2006 وحتى الآن فهو يقوم ب فهو قام بتحضير دفاعاته وإنشاء الأنفاق وإنشاء مخزين زخيرة وتقسيم القطاعات إلى قطاعات عمل واعتمد الدفاع اللامركزي وبحيث أن كل مجموعة تستطيع أن تدافع عن منطقتها وقطاعها بدون أن تتصل بالقيادة حتى فهي تعرف ما عليها القيام به فلذلك أن التحضير منذ 18 عاماً حتى الآن ليس بشيء سهل اختراكه طبعاً وطبعاً ما زالت عمليات العدو تكون عمليات مشات إغارة للإستطلاع وليست اجتياح بالدبابات وحتى عندما ستكون بأي عملية عسكرية برية بالمدرعات فهي ستقاوم أيضاً وستتكبر خسائر وكل المحللين الكل يجمع على أن أي تقدم بر إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية سيكبد جيش العدو خسائر بشرية ومادية كبيرة ونجد إسرائيل موفقة في عمليات الاغتيالات أكثر من العمليات البرية ومن العمليات الأخرى برأيك لماذا؟ للأسف هناك سلاسة عوامل هناك سلاسة ركائز كبيرة جداً تعتمدها إسرائيل في عملياتها المخابرتية أولاً لديها معلومات وقاعدة بيانات كبيرة جداً عن كافة محور الممانعة من إيران إلى العراق إلى سوريا لبنان واليمن هذا أولاً ولديها قاعدة بيانات كبيرة جداً عن حزب الله وعناصره هذا أول ركيزة الركيزة الثانية هي التفوق التكنولوجي والتفوق بالذكاء الاصطناعي حيث أن دولة الاحتلال هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد الشركات أو ثالث دولة مع بريطانيا من حيث عدد الشركات التي تعمل في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي وليس فقط استعماله ثالثاً شبكة العملاء التي بنتها على مدى السنين الماضية هذه الثلاثة ركائز تعطي تفوق مخابرات إسرائيلي لا نستطيع مجابهته ولا نستطيع أي قوة وحتى تتفوق على الجانب الأمريكي بهذا الموضوع وهل تعتقد بأن إسرائيل قادرة على توجيه ضربات موجعة بالفعل لحزب الله؟ وهل هناك أكثر من هكذا ضربات قاد وجهت باغتيال الأمين العام لحزب الله الذي هو يعتبر الرجل الثاني في محور الممانعة أنا أقصد ضربات أخرى بالسوة ضربات الموضعة السابقة لا نعرف ماذا تحضر إسرائيل ومن يستطيع الوصول إلى أمين عزب الله والأمين العام المرتقب وخليفاته لا يمكن إلا أن ينتظر ضربات أخرى ولكن هنا على المقاومين والمدافعين وقيادات حزب الله أن يتوخوا الحزر وأن يأخذوا كل الأحتياطات اللازمة ولكن كيف سيادة العميد؟ كيف وهم مخترقون استخباراتيا بهذه الطريقة؟ كنا لأن هناك عوامل عدة تجعل استخبارات العمليات المخابراتية الإسرائيلية متفوكة بالتكنولوجيا والمعلومات والعناصر البشرية أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بيروت العميد سعيد القزح الخبير العسكري شكرا جزيلا ذكرت تقارير إسرائيلية أن وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين شارك في اتصال هاتفي جرى بين رئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو وأنقلت التقارير الإسرائيلية عن بلينكين معارضته الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان لبنان وسياسة إسرائيل الاستيطانية ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين شارك في اتصال هاتفي جمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو للحديث عن تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لكن صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مافيو ميلار أن بلينكين عبر خلال الاتصال الجماعي عن رفضه الشديد للعمليات العسكرية على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل حتى لو كانت عمليات محدودة ومحددة الأهداف ووفق الصحيفة أكد بلينكين أنه من خلال متابعته للعقلية العسكرية الإسرائيلية على مدار عقود يدرك أن إسرائيل لها تاريخ طويل من العمليات العسكرية التي تبدأ محدودة ثم تتوسع حتى تصل إلى وضع الاحتلال مشددا على رفض الولايات المتحدة لهذا النهج الإسرائيلي كما نقلت صحف إسرائيلية عن محللين رؤيتهم أن واشنطن غيرت لهجتها إلى شيء من الحدة والمباشرة في الحديث مع نتانياهو لكنها لا تزال تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كما لا تزال تلتزم بإمداد إسرائيل بالأسلحة والذخائر والمعلومات التي تمكنها من ذلك وهو ما يفسر ازدواجية التعاطي الأمريكي مع الاحتلال الإسرائيلي وفق المحللين التزامات واشنطن الثابتة إزاء أمن إسرائيل دفعت مراقبين إلى وصف تصريحات بلينكين التي نقلتها يدعوت أحرانوت عن ماثيو ميلر بأنها استهلاك إعلامي لا يرقى إلى موضع التنفيذ مستشهدين بأن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لانتخابات الرئاسة المقبلة عن الحزب الديمقراطي وفي لقاء سابق لها على شبكة ABC News تجاهلت الرد على تساؤل بشأن حاجة واشنطن إلى مزيد من النفوذ للضغط على تل أبيب التي لم تنفذ مطالبات الولايات المتحدة بعدم التوغل البري وتوسيع دائرة الصراع على الجبهة اللبنانية تصريحات بلانكين التي نقلها الإعلام الإسرائيلي نفسه تعبر عن واقع تاريخي لعقلية دولة الاحتلال لكن يبقى تغيير هذا الواقع الآن على الأرض في لبنان رهن ما ستسفر عنه الأيام المقبلة أفدت وسائل أعلام إسرائيلية بتسجيل 1645 إصابة مباشرة للمباني في المستوطنات الشمالية بفعل إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان خلال الحرب مع حزب الله وأشار الأعلام الإسرائيلي إلى أن معظم الإصابات كانت بمستوطنتي كرياتشمونة والمطلة كما تضررت 103 منشآت تجارية وصناعية في مستوطنات الشمال منذ بداية الاجتياح البري للبنان وهذه مشاهدين مجموعة من اللقطات التي تأتينا مباشرة على اليسار الشاشة نشاهد الضاحية الجنوبية حيث تتصعد أعمدة الدخان وتتعالى من جديد حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غرات على الضاحية الجنوبية لبيروت عقب توجيه انذارات لسكان بعض المناطق كذلك أفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان على لبنان حتى يوم أمس إلى 2141 وكما تتابعون على يمين الشاشة فهذه هي أثار الضمار في الضاحية الجنوبية حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية باستهداف الضاحية الجنوبية حيث تشهد حوالي 6 لبنانيين أصيبوا في غارة إسرائيلية عفواً على بلدة المطرية بقضاء صيدة في محافظة الجنوب وكذلك مشاهدين أفاد مرسلنا بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام جنوبي لبنان كما شن أيضا طيران الاحتلال الحربي غارات على بلدات البرج الشمالي والرمادية وقانا في منطقة صور بالجنوب ويأتي هذا مشاهدين بينما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان فكما تتابعون الآن على يسار الشاشة هذه لقطات مباشرة وحية تأتينا مباشرا من الضاحية الجنوبية حيث تتصاعد أعمدة الدخان والتي تعكس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تشن هجماتها واستهدافاتها وغاراتها التي تستمر بها منذ بدء العدوان على لبنان وإلى هنا مشاهدين أنتهت هذه الضغطية ولكن الضغطيات والنشارات مستمرة مع حضراتكم على مدار 24 ساعة كونوا دائما معنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر